موسيقى كان فيه بوست مكتوب على الفيسبوك كان بيقول ايه بقى الحياة عاملة زي زحمة المرور واحنا وقفين في الاشارة يعني او وقفين في زحمة بلك وارد جدا وانت سايق سايق في امان الله تلاقي واحد رح تكسر عليك بعربيته بكل غشمية ساعتها بقى اول احتمال هيجي في دماغك ايه انه اكيد ده قصد يديقني ومستقلبي وهتبقى يعني فهم لو شايت مش طايقه وبعد كده وارد انه رد فعلك معاه يبقى ايه بغشمية زي ما هو دغاشم برضو بس لو جي في دماغك فكرة انه ممكن يكون لسه جديد في السواقة او مثلا عنده مشكلة كبيرة في حياته مؤثرة عليها حرام ما كانش مركز ساعتها ممكن مشاعرك ناحيته تبقى كلها تعاطف ويصعب عليك رد فعلك بقى هيكون بسيط جدا والنتيجة هتبقى يوم جميل من غير مشاكل وافكارك وادراكك للموقف هيتغير هو ده اللي بيحدد كمان طبيعة رد فعلك او تصرفاتك مع اللي قدامك شكل حياتك كلها كمان وهي دي المشكلة فهمتين يا منا هي دي مشكلة في قصتك ان اهل جوزك من يوم الفرح وحكاية الدهب دي خلتهم يفترضوا فيكو الوحش فيك يوف اهلك سوء النية ده بناء على ايه افتراض طلع منهم يعني انه كل يعني كل الطرف عمل تصرف طبيعي اب فرحان ببنته فوصلت كل انتو فيه دلوقتي انهما دلوقتي بيستقلوا بينا عايزين الناس كلها تتكلم علينا واحنا عالم إيه اللي يعني واضح بقى من اللي حكتي ان اهل جوزك عدتهم وثقافتهم مختلفة تماما عن طريقة تفكركو انتو مع انكو جران بس كل واحد ما تربي بطريقة مختلفة بيبان با انو مش انتو لتنين شبه بعض او ممكن يكون انو فيه دلوقتي بقى انتو متجوزين وفيه عشرة بس فيه تفاصيل بتقول انكو مختلفين تماما اكبر غلطة حصلت لما انتو او انتو اخترتي حد مختلف عنك وناسبتو ناس مختلفة عنكو تماما وممكن يكون اهلك زي بيوت كتير في مصر كانوا فاكرين ان الجواز سطرة من البنتي مفروض تتجوز بدري فجوزوكي وانت سنك 17 سنة ودي كرسة يعني لا انت ناطجة مزع ليش مني ولا عندك خبرة ولا حتى تعليم كفاية انت مسنودة عليه الظهر بقى ان الجواز ترمت بسرعة جدا من غير ما تعرفوا بعد كويس انت وجوزك مش كده وبس اهتمام خلاص اهلك بجوازك كان اهم من هما يهتموا بتعليمك مزع ليش مني انت رسا ما كملتهوش لقتي جا تفكري انه انه البديل ان انا كمل دراستي ده دي حتى ما دخلتيش جامعة انت زي اي بنت صغيرة كده لا فرحة تحطى بحلوة البدايات ولا شفت انها تلاقي بتبقى اخلاق قلت ان وجوزي حبينا بعض فترة الخطوبة حدش فيك وركز فكرة ان الواحد مننا محتاج يعرف نفسه كويس قبل ما يعرف الطرف اللي قدامه انت عرفي انت ممكن ما تحطي في موقف تتصرفي ازاي هل ده هيبقى سند وضاهر وراجل وراف يدفع عنك ولا لا هل انت بصيتي لده طول ما احنا مش عارفين احنا مين وعايزين ايه مش هنعرف نختار صح فوق كل ده اتجوزتوا في بيت عائلة وده بيبقى سبب مشاكل كتير جدا دايما بنقولها تحرين ممكن تبقى الاهلة بتبقى عاملة حاجة حلوة تفرح بيها ممكن عيالكم ما يفرحوش بيها مفيش حاجة اسمها خصوصية في البيوت العائلة وكل بيوت مفتوحة على بعضها كل واحد بيدخل في حياة التانية عارفة لو ناس في حالهم اوكي لكن اللي بيحصل ده لا ده اللي حصل سوق ظن واختلاف التفكير اللي كان موجود بينكم من اول الجواز حصلت مشاكل كبيرة جدا بغض النظر بقى عن الكلام الفارغ ان هو انت جبتي معاكي النكد وانت مصحور لك ومعمول لك عمل وبصي انتم محتاجين انكم تقعدوا مع بعض نظن في بعض حاله محتاجين للناس عقلة تحاول تتدخل وتحتوي الموضوع بالاصول والتراضي والحب محتاجين ان احنا ننسى اللي فات عشان ربنا قبل ايه حد تاني عشان تعرفي انت هتعملي ايه في الايام اللي جاي ما هو حرمت بقي متعلقة كده وينفعش ان هو يبقى داير عمال يتكلم عليك كده يعني بصي مش عارف اقول لك ايه بس وانا انا عمري ما قلت لحد انه حتى لو في عيال او مفيش عيال سي بي او عيشي او 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 بس انت هتفهمي من الكلام اللي احنا قلنا النهاردة صح وسمعتي كمان كلام دكتور وفاء اختيارك ما استنى منك رسالة تطمينيني فيها عملتي ايه هستنى من كل اللي تفرجوا علينا سموا قصة مننا يقولوننا هل حصل معهم كده في باية الجواز وبعد كده مشت سلكة او مشت كويسة زي ما بيقولوا ولا الجواب بيبن من عنوانه رأيكم منا تعمل ايه ابعتونا على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعلى واتساب باي باي